نلتقي مع سادة إطارات الوزارة في الإدارة المركزية والإدارة المحلية في الندوة الوطنية المعتادة ولكن أيضا لكي نبحث كثير من الأمور والاستعدادات الروحية والعلمية وأشياء أخرى في برنامج متكامل يشمل برنامج العلمي، برنامج الديني، برنامج القرآني، برنامج التضامني والاجتماعي سيكون له إن شاء الله دراسة ومناقشة في ورشات ستدوم يومين ونحن أشرفنا على انطلاق هذه الندوة الوطنية وعبرنا عن استعداد القطاع لخدمة الجزائر وتوفير الجانب الروحي وتهيئة الظروف المناسبة لكي نصوم شهر رمضان إن شاء الله بالخير والبركة نعمره بالذكر وبالقرآن وبالخطاب الواعي الذي يضمن للناس سلامتهم من أن يتساهلوا في البروتوكول الصحي يضمن للناس أيضا حيطتهم وحذرهم حتى لا نتخلى عن الواجب الشرعي لأن الاهتماء بهذا البروتوكول الصحي هو اهتماء شرعي وسيأثم الإنسان إذا فرط فيه وكان سببا في أن يعدي زملائه أو إخوانه أو أهله هذا البروتوكول الذي عرضناه على السادة اللجنة العلمية التي ترصد وباء كورونا في بلادنا من كبار المختصين وهو الطور الدراسة وسنعمل إن شاء الله من خلال لقاءات قادمة في الحكومة لكي ننظر ما هي الإجراءات التي سنقوم بها إن شاء الله إذا التزم الشعب الجزائري وهذا قلت أكثر مرة والمواطنين التزموا بهذا الإجراء وبدأت تظهر أرقام رغم أنها اليوم مطمئنة ولكن أيضا الحذر موجود لأن البلاء مازال موجود المرض مازال موجود متحور يتحول ويتحول من جهة إلى جهة نحن من خلال الحيطة والحذر نستعد روحيا نستعد نفسيا نستعد ماديا للتراويح ولكنها أيضا ليست بالضرورة يعني ماثلة أمامنا كقرار لأنه يحتاج إلى كما ذكرت قرار اللجنة العلمية في التباحث ولكن إن شاء الله هنا أطمئن الشعب الجزائري بأن القرار الذي سيكون بعض الناس يقولوا لماذا لا تقولونه اليوم نحن نقولوا ما زال الحال نحن في بداية شعبان ما زال عندنا إن شاء الله نصف شعبان سيكون هناك بيان خاص بالحجر عن طريق الوزارة الأولى وسيكون إن شاء الله القرار المناسب الذي يحمينا في أبداننا لأن حماية الأبدان مقدمة على حماية الأديان كما ذكرناه في البيانات الأولى للجنة الوزارية الفتوى وسنعمل إن شاء الله على أن نقوم بهذا العمل التحضيري لرمضان تحسبا للقرار ونحن نستعد في كل أحوال وإن شاء الله سيكون الخير وسنطمئن الشعب الجزائري بأنه فقط عليه أن يحترم الإجراءات أن يكون في مستوى ما يذكره السادة الأطباء حتى لا نعود القهقرة ولا نرجع إلى الورى وهذا ما تقوم به السلطات المحلية والولائية وعلى رأسها السادة الولاد في كل تراب الوطني وكذلك تقوم بها السلطات العلية في البلاد لأن الصحة عندنا لا يساويها شيء ولا يدانيها شيء الصحة أولوية من الأولويات فلنحافظ على أبداننا ونحافظ على أبنائنا ولنقلل إن شاء الله من الإصابات وسيكون الخير إن شاء الله والأمل القريب إن شاء الله شكرا لكم إذن متابعين الكلام كانت هذه